عزيزي عزيزتي مريض ومريضة السكر معاكم صلاح شرباية أستاذ السكر الوضد الصماء في طبان شمس النهاردة عايز اتكلم في نصيحة مهمة لحضراتكم نخلينا كلنا وعيين لها لانه كل يوم في حديث في مرضى السكر وفي تجديد في مرضى السكر وفي نتائج جديدة في مرضى السكر لازم كلنا نستوعب انا طبعا هكلم ببساطة شديدة في انه كان زمان تفكيرنا كلنا كادكاترة وكمرضة ان احنا كل تركزنا في ضبط مستوى السكر في الدم كلام ده دلوقتي اصبح مش سليم وقديم انما لازم ان احنا نفكر في مريض السكر انه ينظم عنده اكتر من شي اولا مستوى السكر في الدم زائد ارتفاع ضغط الدم زائد الخلل اللي بيكون موجود في مستوى الدهون في الجسم لازم نحمي اجهزتنا الخام الهمة جدا اللي منها القلب والكلة والاوعية الدموية خصوصا الاوعية الدموية الدقيقة فمهم جدا انه واحنا بنتعالج ان احنا نبوعيين ان احنا بنحمي كل الاعضاء دي مع حميتنا من ارتفاع مستوى السكر وبالطبع ده طبعا الطبيب اللي بيعالج حضرتك او حضرتك بيناقش معاكو دايما النقطة دي وبيحاول ان هو يوصل لانسب علاج ممكن يناسب الحالة اللي قدامه اللي ممكن يكون عندها خلل شوية في وظيف الكلة ممكن يكون فيها خلل شوية في مستوى ضغط الدم الدهوم بتاعت الدم او يكون حصل لهم ضعفات سابقة زي انه دخل رعاية عشان جلطة في القلب او شيء من هذا القبيل فدلوقتي بقت فيه علاجات حديثة وجديدة بتهتم جدا مش بس بزبط السكر وان انا بتثبت كل دول مع بعض يعني من حسن الحظ انه بقت فيها خخير جديدة بتثبت السكر مع زبط الضغط مع زبط وظيفة الكلة بل وحماية الكلة من ضغوطات مرض السكر ارجو ان احنا نبقى منتبهين لهذا ونبقى وعيين لهذا ودايما نتناقش مع طبعنا حولينا هذه المواضيع ومنسيبش نفسينا بس للتركيز على مستوى السكر وربنا يحمي ويشفي الجميع واشكركم شكرا جزيلا